حلو جدا ان احنا نعمل حلقة خاصة بأسئلة المشاهدين دايما بيبقى فيه أسئلة حتى احنا ممكن نكون ما بنغطيهاش على مدار الحلقات المختلفة بتبقى من السادة المشاهدين فحلو بقى ان احنا نجمعهم ونسأل حضرية جاهزة معاكي دايما دايما خلينا نبدأ بالأستاذ محمد أبو اليزيد بيقول هل تقلب المزاج من وقت للتاني ممكن يكون ليه علاقة بنقص فيتامين معين في الجسم وهل قلب مالتي فيت ممكن يساهم في تحسين المزاج بتالي برضو ده سؤال كويس طبعا طبعا من أحد الأسباب تقلبات المزاجية والموت سوينج دي اللي عندنا كلنا اللي هي العادية مش نتيجة حاجة مرادية بتبقى نقص فيتامينز طبعا طبعا مع الفيتامينز لازم برضو نلعب رياضة الرياضة بتحسن المزاج جدا بتطلع النيجاتف انرجي دي قول حاجة تالي حاجة لازم نشرب مية كويس قوي عشان ما نعردش جسمنا الجفاف الجفاف بيؤدي إلى تقلبات مزاجية نقص المية ممكن يؤدي إلى بجد تقلب المزاجي نقص المية المية كمان بيبقى فيها المعادن والفيتامينات المطلوبة فده مهم مستوى السكر في الدم سواء عالي قوي أو واطي قوي بيعمل موت سوينجز فلازم نضبط الدنيا دي وناكل أكل في فيتامين بي 12 بي 12 والفوليك أسد دعمين جدا بيسموهم فيتامينات المزاج دعمين جدا فيتامين بي 12 بيدعم جدا كرات الدم الحمراء فده حاجة كويسة قوي وبيدعم الأعصاب بتاعت الدماغ وبيغلف لي الأعصاب بتاعت الدماغ وبيساهم في إفراز المواد الكيميائية اللي بتعليلي المزاج ده الكوبالامين وفيتامين بي 6 مهم قوي الفوليك أسد مهم جدا جدا لأن الفوليك أسد حتى بتيجي مثلا السيدة الحامل تفتكر أن هي لما بتولد هتوقف لي بقى الفوليك أسد وهتوقف الفيتامين دي حاجة مش صحة خالص لازم بتكمل زي ما الدكتور بقولها على الفيتامينات اللي هي عايزها والفوليك أسد بيعدل لها المزاج جدا وبيخليها شوية وقاية من اكتئاب مع بعض الحمل لكن هو ليس بديل أكيد لأدوية الاكتئاب فأكيد ممكن أنصح بقلب مالتي فيت الداعم جدا للمزاج والتحسين الموت لأنه بيحتوي على فيتامين بي وبيحتوي على الفيتامين إي فيتامين إي مضاد أكسادة عايزين نحسن مزاجنا نقلل الالتهابات هنقلل الالتهابات إزاي؟ بفيتامين إي مضاد الأكسادة اللي داخل ألب مالتي فيت إي جابة وافية وكافية من دكتور دينا على السؤال ده ترجمة نانسي قنقر